كما أشر رئيس سيسي خلال كلمته إلى تتابع الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدياد حداتها كجائحة كورونا وتغير المناخ وأمن الغذاء وتفشي نزاعات المسلحة دولياً وإقليمياً وأوضح رئيس سيسي أن تلك الأزمات ألقت بظلالها على البشرية بأكملها ومن بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حداتها كجائحة كورونا وتغير المناخ وأمن الغذاء وتفشي نزاعات المسلحة دولياً وإقليمياً والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها ومن بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة مما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد وأفاق تسوياتها ويتعين في هذا السياق أن تكون لدولنا ومنطقتنا إسهاماتها الملموسة في سياغة حلول دائمة غير مرحلية لتلك التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية اشتركوا في القناة